اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واضاف المصدر ذاته ان الاعتماد على حكيم زياش ضد تطنهام لم يكن محل اجماع عند ادارة الفريق الانجليزي وتفاجأ مالك تشيسي بعدما شاهدوا حكيم زياش على ارض الملعب في بداية الشوط الثاني وتؤكد معطيات تليغراف ان علاقة حكيم زياش بمالك تشيسي بلغت مرحلة لا عودة مما يؤكد ان اللاعب المغربي سيرحل عن ناديه الصيف القادم من جهة اخرى كشفت تقارير صحفية انجليزية ان اهتمام مجموعة من الانذية الاوروبية بضم الدولي المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيسي واوضحت تقارير نفسها ان باريساجرما الفرنسي لازال يرغب في ضم النجم المغربي مؤكدة ان المهمة لن تكون سهلة في ظل تنافس مجموعة من الانذية على التعاقد معه واضفت المصادر ذاتها ان ويستهام يونيتد وكذلك فولهام وتوتنهام الانجليزيين وريال بيتيس واشبيليا الاسبانيين واندية تركية ترغب في خطف حكيم زياش من النادي اللندني واكدت مصادر مقربة من النادي ان حكيم زياش قد يرحل الى احدى الانذية المذكورة خاصة في ظل عدم مشاركته بانتظام مع ناديه تشيسي تجدر الاشارة الا ان حكيم زياش بصم على مستويات مميزة رفقة المنتخب الوطن المغربي في المبارتين الوديتين امام البرازيل والبيرو علما انه كان من بين صناع التاريخ رفقة الاسود في نهائية كأس العالم بقطر ترجمة نانسي قنقر